اشتركوا في القناة يا سنة المختار يا أحلى صدى يا خير ما فيه المحدث قد شدى يا سنة المختار طاب المنتدى قد كنت للمحتار نعم المقتدى يا سنة المختار يا نهج الهدى نعم لها خبرا ونعم المبتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر في هذه الحلقة سنتكلم عن رجل متصدق خرج بصدقته يبتغ بها وجه الله وخرج بها في الليل فوضع ما يريد أن يتصدق به في يد إنسان مر به في الطريق فأصبح الناس فقالوا تصدق البارحة على سارق فقالوا والله لا أتصدقن مرة أخرى فخرج في الليلة التي تليها وبيده صدقات فوضع هذه الصدقة في يد امرأة كانت هذه المرأة زانية فأصبح الناس في الصباح يقولون تصدق البارحة على زانية فقالوا والله لا أتصدقن في الليلة التي تليها وهو يريد ويتحرى أن يضع صدقته في المكان أو في المحل الذي يريده الله فخرج في الليلة الثالثة ووضع صدقته فوقعت في يدي غني فأصبح الناس يقولون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني لعل السارق أن يستعف ولعل أيضا الزانية أن تستعف ولعل الغنية أن يعتبر فينفق مما آتاه الله هذه القصة بمجملها سيدور الحديث حولها في هذه الحلقة لكن بعد فاصل يسير سنة المختار يا نهج الهدى نعم لها خبرا ونعم المبتدى أبو معاذ الله يسعدك لو تحدثنا عن الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابث الكوفي ولد سنة ثمانين هجري وتوفي سنة مئة وخمسين هجري وعاف سبعين سنة هذا العالم يقول عنه بمبارك رحمه الله كان أفقه الناس والعلماء عندهم كلمة متداولة بينهم يقولون الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ولو كلمة جميلة وعظيمة نحن اليوم في أمس الحاجة إليه كان يقول يقول إذا جاء الأمر عن الله فعلى الرأس والعين وإذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة وإذا جاء الأمر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم وإذا جاء الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال لأنه كان من التابعين وكان من الفقهاء رحمه الله أبو حنيفة النعمان اليوم هو صاحب مذهب فقهي مشهور وكبير وأكثر البلدان الإسلامية اليوم على هذا المذهب وهو مذهب أبو حنيفة المشهور بمذهب الرأي أبو حنيفة من العلماء الكبار ومن علماء الإسلام العظام ومن من حري أن يتعرف على صيرته وأن تقتدي به هذه الأجيال لتسير في سير هؤلاء الكبار الذين جعلهم الله جل وعلا قدوة ومنارة لأبناء المسلمين يا سنة المختار يا نهج الهدى نعم لها خبرا ونعم المبتدى حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في برنامجكم عبر والحديث حول قصة المتصدق الذي تصدق على سارق وعلى زانيا وعلى غني دعوني قبل هذا كل حقيقة ورحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة الشيخ منصور حياك الله شيخ منصور ورحب الشيخ ناصر حياك الله شيخ ناصر الله حيك شيخ طلان ورحب الشيخ عبود حياك الله شيخ طلان ورحب الشيخ بره حياك الله شيخ طلان شيخ منصور خليني أبدأ وإياك في الحديث سبحان الله وملحظ جميل في هذا الحديث قضية إنما الأعمال بالنيات وليس بالحقائق بالنية التي تقر في قلب الإنسان سبحان الله هناك حديث عظيم في الإسلام هذا الحديث بوابه البخاري وأخرجه في أول أحاديثه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه شرطي قبول العمل الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل وأن يكون العمل متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى يقول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والنية كما قال العلماء النية تجارة العلماء وكان السلف يجتهدون اجتهادا عظيما في معالجة نياتهم كثير من أهل العلم يقولون ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي من أجل ذلك الله عز وجل إذا علم في قلب العبد من الخير يعطيه الخير قال الله سبحانه وتعالى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فالإنسان ينوي الخير فإن الإنسان إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى رزق بالجنة قال الله سبحانه وتعالى إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَدِيمُ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمٌ وتأملوا معي هذه القصة العجيبة قصة إمرأة بغي عرفت في القرية وفي المجتمع أنها زانية بغية من بغاية بني إسرائيل يوم من الأيام شعرت بالعطش مشت قليلاً فوجدت أمامها بئر فنزلت فيه فشربت حتى ارتوت ثم خرجت من هذا البئر ووجدت أمامها كلباً يلهث من شدة العطش أجلكم الله فأتى في قلبها رحمة فملأت كأساً من ذهب لا والله ملأت خفها أجلكم الله فسقت هذا الكلب فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة مع ما فيها من الذنب العظيم بسبب ماذا؟ بسبب ما قذف فيها من إخلاص لله عز وجل في هذا العمل البسيط القليل الذي لا يسوي شيئاً في الإسلام جميل فاللهم يا رب حسن نياتنا يا رب واجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم جميل شيخ عبود سبحان الله أيضاً في القصة يعني من أعظم الفوائد أنه إحنا لا نركز على البواطن وإن لنا ظواهر الناس ونقبل منهم ظواهر طبعاً هذه قاعدة عند أهل العلم لا يجوز التنقيب عن عقائد الناس هذه في مسائل عقائد ما بالك في أن تسأل هذا فقير هذا معدوم الحال هذا لنا الظاهر إذا كنا في بلد الإسلام فلنا الظاهر والإنسان يأخذ بالنية لذلك في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال كنا نؤاخذ الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحد الذي ينزل وأصبحنا اليوم نؤاخذهم بما يظهر لنا من أعمالهم فإن أظهروا حسناً أمناهم وقربناهم ونكلوا سرائرهم إلى الله وإن أظهروا سوءاً عملناهم بما أظهروه وإن قالوا إن سرائرهم حسناً فلنا الظاهر ولا يعدم الخير لكن هناك مسألة أخرى ربما إنسان يعلم أن صدقة هذه ستكون وبال على الإسلام والمسلمين أن صدقة هذه ستكون للمعاصي والذنوب والآثام ونشر الفواحش فنقول هنا لا توقف أنت تعين على الباطل وتعين على الشر ولا بد أن تتحر في مالك إلى أي شيء يصرف وإلى أي مكان يذهب لذلك نحن نعامل الناس بالظاهر لكن أحياناً يظهر للإنسان أن هذا المال سيصرف في الباطل لذلك ذم الله أهل الكفر فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لكن أصحاب الأموال الصالحة نعم المال الصالح في يد العبد الصالح يتحرى ما لهذا أين يذهب هل يذهب لخدمة الإسلام وخدمة المسلمين هل سيذهب هذا المال إلى منافع المسلمين التي تعود عليهم بالنفع أم لا لذلك في مسائل كبيرة لا بد أن يتحرى الإنسان لكن في مسائل ظاهرة تجد عند الباب مسكين عند مسجد مسكين فقير تتصدق عليه لا تعدم بإذن الله أجره وفضله بإذن الله عز وجل وسيصل إليك هذا الفضل وهذا الأجر لأنك أحسنت النية وأصلحت هذه النية ولسنا مطالبين بالتنقيب في الناس وهذا فعل كذا وهذا عنده وهكذا لا لا لكن نعامل الناس بما يظهر لنا ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل يا سلام جميل خلونا قبل ما نكمل الحوار نطلع بس الفاصل كثيرا ريحكم فيه ونرجع لي تمام الحديث مشاهدي الكرام فاصلوا نسير ثم نعود إليكم بسم الله الرحمن الرحيم من رحمة الله بك أن تكون نظيف القلب سليم الصدر لا تحمل غلا ولا كراهية ولا حقدة سبحان الله العظيم كلما سلمت صدور الناس من هذه الأمراض والأوباء كلما بقيت لهم عافية أبدانهم وأجسادهم وأرواحهم وعقولهم في رسالة نفيسة جدا لشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله تعالى بعنوان قاعدة في الصبر يذكر نفائس جدا في قضية لماذا أصبر على أذى الناس أنا سأعطيك سببا واحدا كلنا يرجو عفو الله ومغفرة الله ورحمة الله جل وعلا الله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كلنا نحب أن يغفر الله عز وجل لنا ربما تفوز برحمة الله وبمغفرة الله بعفوك على خطأ إخوانك وزل لي من زل عليك من رحمة الله بك أن تكون مخموم القلب أفقنا الله وإياكم يا سنة المختار يا نهج الهدى أنعم لها خبرا ونعم المبتدى حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في برنامجكم عبر ولا زال الحديث موصولا حول قصة ذلك الرجل الذي تصدق على سارق وعلى زاني وعلى غني والنية التي حملته إلى هذا الفعل دعوني ورحب بالمشايخ الكرام وجددا نحياكم الله من جديد الله يحييك أهلا يا شيخ ناصر سبحان الله نشوف عند هذا الرجل حرص شديد جدا على أن وضع له هدف يريد أن ينفق ويتصدق في سبيل الله ومع ذلك كلما وضعت عقبة لا يريد يصل فحدثنا عن الحرص على أن يصل الإنسان الهدف الذي يرسمه طبعا الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله وبعد أي واحد مننا أي واحد مننا جميعا حتى المشاهد مر عليه موقف أو أكثر يؤلمه ويبقى أحيانا حبيسا له لكن النفس القوية التي يحبها الله تبارك وتعالى أن تكون فيك هي النفس التواقة للعليا حتى وإن حالت بينها وبين المجد عوائق يا سلام هذا تصدق وليست القضية قضية أنه تصدق فأخطأ الصدقة في نظر إلى تحدث الناس يعني ضغط مجتمعي أنك ترك متصدق على سارق ومتصدق على زاني ومتصدق على غني ومع هذا نفسه لا تعرف الاستسلام لذلك سبحان الله العظيم المؤمن القوي ليس أن يكون قوية البدن قوية الجوارح لا لا هي تلك القوة هي تلك العزيمة التي تغلي في داخل فؤادك والهمة التي تملأ جوارحك التي يحب الله تبارك وتعالى أن تكون فيك حتى تسمو بك إلى العليا لذلك لذلك الإنسان يوم من الأيام قد يكون قد وقع من الشيء من الشطأ لكن المؤمن لا يكون أسير لذلك الشطأ ولا حبيث لذلك الخطأ لا لا صحابه رضي الله تعالى عنهم منهم من خر لصنم وسجد له فيما قادوا الدنيا جميعا وأصبحوا سادات الناس إلى ساعتنا هذه وقبل ذلك نبي عليه الصلاة والسلام بدأ حياته برعاية الغنم ثم انتهت به صلى الله عليه وسلم أن رعى الأمم جميعا يوسف قبل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلواته الله وسلامه عليه تخيّ شوف الأوجاع التي تمر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يلقى في البئر وقبل ذلك يحسده إخوته ثم يلقى في البئر ثم يباع بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ثم يكون عند امرأة العزيز ثم هيت لك ثم لبث في السجن بضع سنين ثم فاحت رائحته بين الناس ثم يصبح على ماذا؟ على خزائي النصر إذن الإنسان الواجب عليه أن لا يكون أسيرا لخطأه وإنما ينظر إلى مجده وإلى عليائه حتى يبلغه ولذلك أيها الأحبة يقول ابن عطاء الله كلمة بديعة جدا قال قال من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة يا سلام الله يتزاك خير الشيخ بدر أيضا من الفوائد في الحديث هو الحرص على أن الإنسان يخفي أعماله الصالحة قدر المستطاع وهذا ملاحظة الشيخ طلال في هذا الرجل أنه خرج في الليل لأنه قال تصدق البارحة وابتعد عن أعين الناس لأن الله سبحانه وتعالى يقبل من الإنسان ما كان خفيا ليس بينه وبين أحد لا بد لنا اليوم أن يكون لنا أعمال خبيئة عمل صالح الذي يكون له خبيئة عمل صالح يكون له الكرامة عند الله وكرامة عند الخلق اليوم إخواني ننظر في سيرة عمر من الخطاب كيف أنه يخرج إلى حائط من حيطان المدينة ثم يحاسب نفسه ويقول بخن بخن يا ابن الخطاب والله لتتقين الله أو لا يحاسبنك الله الأعمال التي يخفيها الإنسان عن أعين الناس هي أدعى للقبول الأعمال التي تكون بينك وبين الله لا يراها الناس إنما يراها الباري سبحانه وتعالى هذه أدعى لأن الله سبحانه وتعالى يقبل منك أعمالك والله سبحانه وتعالى لما يخبرنا عن هذه الأحداث وهذه القصص يجعلنا نقبل عليه بعض السلف يبات مع زوجته وعلى مخدة واحدة ويبكي الليل وزوجته لا تعلم به الله ما تنصل إلى هذه الحياة الطيبة أن تكون أعمالك لله والله ما يبقى للإنسان إذا أراد أن يرفعه الله في الدنيا وفي الآخرة إلا ما كان بينك وبينه اجعل لك أعمال صالحة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إخواني هذه الأعمال الطيبة التي بيننا وبين الله أن يكون الإنسان دائما متذكرا هذا العمل السرائر في أعمالك بينك وبين الله تكون نتائجها في الدنيا قبل الآخرة الله يجزاك خير يا شيخ بدر ويجزى المشايخ حقيقة هذا التطواف الجميل حول هذه الحلقة وما فيها من فوائد وعبار نلقاكم إن شاء الله في حلقة جاية وقصة جديدة إن شاء الله إلى هنا مشاهدي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة نلقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة المختار يا درب الهدى أنت النجاة من المهالك والرادى يا سنة المختار يا قطر الندى للفضل والإحسان كنت المحتدى يا سنة المختار يا أحلى صدى يا خير ما فيه المحدث قد شدى يا سنة المختار طاب المنتدى قد كنت للمحتار نعم المقتدى يا سنة المختار يا نهج الهدى تنعم لها خبرا ونعم المبتدى